في ظل فساد فرض سيطرته على كل مرافق الحياة أصبحت تجارة الأدوية في العراق من أكثر أنواع المضاربات ربحا لا سيما مع غياب الرقابة التي تتابع أسعار الأدوية وأنواعها وتواريخ صلاحياتها ويعاني العراقيون من أزمة الدواء وتهريبه وارتفاع أسعاره كما تعاني المستشفيات من نقص حاد بالأدوية فيتحمل ذو المرضى تكلفة شرائها من الصيدليات لقاء مبالغ كبيرة حيث تستورد معظم الأدوية من الخارج حتى من تلك البلدان التي لا يعرف عنها التقدم العلمي والتكنولوجي شرقية آسيا على سبيل المثال سوق الأدوية في العراق لا يقل عن 3 مليار دولار سنويا تصور هذه الكتلة النقدية 3 مليار دولار تخرج من العراق إلى دول الجوار والعالم حتى نستورد فيها أدوية لوزارة الصحة وللقطع الخاص كل هذه المبالغ الضخمة التي يتحدث عنها السوداني والعراق يعاني أزمة الدواء فضلا عن أن معظم الأدوية المستوردة لا تخضع للفحص كما أقر السوداني بذلك وهما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة العراقيين فضلا عن تهديدها لاقتصادهم وبحسب مراكز مختصة فإن معدل ما يستورده العراق سنويا من الأدوية والتي يتم تسجيلها حكوميا تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار أي أنها تشكل نحو 20% فقط من مجمع لما يستورده العراق من أدوية فيما تبلغ قيمة الأدوية التي تدخل بالتهريب نحو مليارين وأربعمائة مليون دولار ما يعني أن الأدوية المهربة وغير المفحوصة تعادل 400% من الأدوية الداخلة بشكل رسمي ومسجلة لدى الأجهزة الحكومية وزارة الصحة كانت قد أكدت أن المتاجرة غير الرسمية بالأدوية صارت واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد بينما يؤكد نواب أن أسعار بعض الأدوية قد ارتفعت بنسبة 100% بعد أزمة انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار ضمن ملف خطير يلامس حياة العراقيين ويزيد من حجم الأعباء التي تثقل كواهلهم